جزاكم الله خيراً هذا السائر الطاني معين من العذاق يقول أسأل عن حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبعدوها بالناء متفق عليه ما معنى هذا الحديث؟ نعم يعني أن الحرارة التي تكون على جلد الإنسان لسبب المرض أنها نوع من حرارة النار نوع من حرارة النار والنار تطفى بالماء كذلك تطفى الحرارة بالماء فيرش على المريض الذي يجد حرارة في جسمه يرش عليه من الماء أو يستحم بالماء أو يضع عليه شيء بارد هذا من العلاج للحمى نعم